انتعاش في البورصة المصرية ويوم أسود في الأسهم الإسرائيلية بعد اكتشاف أكبر حقل غاز في التاريخ في مصر بسواحل المتوسط وفد سياسي تركي يزور إسرائيل لأول مرة منذ أسطول الحرية لإقامة منطقة صناعية قرب جنين بتمويل تركي إسرائيلي وشهر على جريمة الحرق في قرية دومة وكاميرا آي 24 نيوز تتفقد الحالة الصحية للعائلة في المستشفى أخبار اليوم مع فراس حامل أهلا بكم في نشرة جديدة من أخبار اليوم اكتشفت شركة الطاقة الإيطالية إيني أكبر حقل غاز في التاريخ في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية حيث من المتوقع أن يشكل الاكتشاف تحولا في استراتيجية الطاقة المصرية وضربة للاقتصاد والحكومة الإسرائيلية التي تحاول تمرير خطة لإدارة قطاع الغاز حيث شهدت اليوم أسهم شركات التنقيب عن الغاز في إسرائيل هبوطا حادا جمال سواعد والتفاصيل ما أن أعلنت شركة إيني عملاقة الغاز الإيطالية اكتشافها حقلا للغاز في المياه الإقليمية لمصر يعد الأكبر من نوعه في تاريخ اكتشافات الغاز ما يمنح مصر احتياطيا ضخما من الغاز الطبيعي يكفيها لعشرات السنين حتى بدأت تداعيات الاكتشاف تطفو على السطح وأبرزها تداعياته على الجار اللدود لمصر إسرائيل والتي تربطها مع مصر علاقات سياسية وأخرى اقتصادية حيث بدأت أسهم شركات الطاقة في إسرائيل تداولات اليوم بهبوط حد في بورسة تل أبيب اكتشاف الغاز أطاح بطموح إسرائيل تصديرها غازها إلى مصر وهو القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا إضافة إلى أن اكتشاف الحقل المصري الجديد قد يؤثر على محاولات إسرائيل تصدير إنتاجها من الغاز إلى دول عدة ما قد يشكل ضربة قوية لاقتصاد الطاقة في إسرائيل مخاوف أعرب عنها وزير الطاقة الإسرائيلي فالشتاينتس الذي اعتبر الاكتشاف المصرية ضربة لإسرائيل من جهته اعتبر وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل أن هذا الاكتشاف سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج ما يؤدي لتأمين احتياجات مصر من الطاقة مخاوف إسرائيل الاقتصادية قد تترجم إلى قلق أمني من تزايد نفوذ مصر الاقتصادي في نادي الدول المصدرة للغاز قد يتحول إلى نفوذ سياسي أسوة بدول أصغر من مصر بما لا يقاس والتي حولت ثرواتها إلى مصدر للقوة السياسية نعم ولمواكبة هذا الموضوع معي في الاستوديو السيد خميس أبو العافي ملاسة صوت القاهرة مرحبا بك في البداية والدكتور رمزي حلوي الخبير في الشؤون الاقتصادية مرحبا بك أريد أن أبدأ معك من الجانب الاقتصادي دعنا نقول اليوم كان ضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلي للأسهم الأسواق الإسرائيلية لكن ماذا يعني الأمر للاقتصاد المصري نعم أولا هذه ضربة مزدوجة للاقتصاد الإسرائيلي ولمشروع الغاز الإسرائيلي الأولى هي الاكتشاف المذهل والتاريخي في مصر لهذا الغاز الذي يقدر بـ 850 مليار متر مكعب وهي طبعا أكثر وأكبر من تمار وليبيتين حقول الغاز الإسرائيلية وهي وسبب الآخر هو أيضا السياسي كل قضية الخلافات السياسية في داخل الحكومة الإسرائيلية مع أريد الرعي ومع رئيس الحكومة هذا مما أدى برئيس الحكومة لعدم طرح هذا الموضوع عمال كنسة هذا الأسبوع وهذا يعتبر إعاقة جديدة في كل هذا المشروع فهتين ضربتين للاقتصاد الإسرائيلي ولمشروع الغاز ومعنى ذلك إذا أخذنا الجانب المصري نقول بأن مصر يمكن أن تستفيد اقتصاديا وأمنيا نحن نعلم أن عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري يواجه أخطار اقتصادية وتراجع في الاقتصاد المصري في الداخل ولكن أيضا تحديات أمنية كبيرة جدا مقابل داعش ومقابل منظمات متطرفة التي تعمل ضد السيسي وهذه بدون شك فرصة لانتعاش الحكومة المصرية ولكن إذا أخذنا الجانب الاقتصادي فقط نقول بأن مصر تصبح بدل مستوردة للغاز الإسرائيلي ستصبح منافسة للغاز الإسرائيلي هذه النقطة التي تقلق الحكومة الإسرائيلية كيف تقرأ هذا الاكتشاف؟ أولا قبل كل شيء أقول لمصر الغالي على قلوبنا مبروك وألف مبروك ثانيا نقطة مهمة جدا مصر حققت إنجازين كبيرين خلال شهر واحد أولا عندما تم تدشين قناة السويس التي اعتبره المصريون يوم عيد للمصريين والعالم العربي واليوم عندما استيقظ المصريون على نبأ قيام شركة إيطالية باكتشاف تمامية وخمسين مليار مكعب من الحقل من الجاز مما هذا يشكل الأمر طفرة قوية جدا للاقتصاد المصري الاقتصاد وهنا معنى دكتور في الاقتصاد يؤكد أن ما أقوله صح بأن الاقتصاد أولا وقبله شيء هو سايكولوجي هو نفس علم النفس أنت عندما تكون أنت مقتنع بشيء هذا يساهم وساهمة جبارة في تخطي الكثير من العقبات المصريون وهذه الأنباء تساعد الرئيس السيسي على بسط الهيمنة الهيمنة الاقتصادية في داخل مصر وخارج مصر كان الحديث يدور في الأيام الماضية على أن تقوم مصر باستيراد الغاز من إسرائيل واليوم ليس فقط أن مصر قد تصبح إلى منافسة لإسرائيل وربما أيضا إلى منافسة فقط منافسة اقتصاديا في مجال الغاز وغير الغاز كل مربوط كل الملفات مربوطة واحدة بالآخر الملف الاقتصادي له تدعيات أمنية أمنية خارجية وداخلية الحرب على منظمة داعش الإرهابية والمنظمات الإرهابية الإجرامية سيكون لها تدعيات على الاقتصاد المصري ستلقي بضلالها سلبيا أول شيء هو أنها ستضرب ربما قد تضرب السياحة اليوم للمصريين وجد بديل للسياحة السياحة تطبر أبار النفط للمصريين الملايين من الذين كانوا يرتدون مصر وإنفاق البلايين الدولارات سنويا داخل مصر للاقتصاد المصري بسبب السياحة نحن ندرك وجدأ أنه عندما تدور حرب ضروس ضد منظمات إرهابية هذه المنظمات الإرهابية تضع نصب عيونها هدف واحد هو ضرب السياحة وإفزاع للسياح لكي يعزفون عن زيارة مصر مما يشكل أمن ضرب الاتصاد المصري اليوم هذه الأنباء عن وجود حقل مهول من الغاز من شأنها أن يعوض المصريين على فقدان مصدر الرزق الذي يتمثل بالبيئة السياحة إلى أرض الكنانة نعم دكتور رمزي هل الاقتصاد المصري سوف يستفيد نقول من هذا الاكتشاف بشكل مباشر أم يحتاج إلى سنين كما هو في إسرائيل على سبيل المثال نعم هناك أولا استفادة مباشرة خاصة أن هناك تعاون استراتيجي مع الشركة الإيطالية ومع إيطاليا وسامعنا اليوم ماتيو زانيري اللي هو رئيس وزراء إيطاليا وهو يعني يشجع هذا الأمر ويتحدث عن تعاون استراتيجي بين مصر وإيطاليا وهذا أيضا يعطي رافع لاقتصاد المصري إذا عدنا إلى الخلف نرى أن هناك أيضا كان اكتشاف لشركة بريتش بيتروليوم في منطقة الدلتا اللي هي ربع من الانتاج الحالي يعني عدة عوامل اجتمعت على دعم الاقتصاد المصري بشكل مباشر ولكن أضف إلى ذلك أنه خلال أربع سنوات ستكون استفادة غير مباشرة يعني متأخرة إلى حد ما ولكنها ست أولا تعطي الاحتياجات للمصر من ناحية الاستهلاك المحلي وأيضا تعطيها الفرصة للتصدير ورفع مستوى المعيشة للسكان في مصر وأنت تعلم إذا كان الاقتصاد جيد هذا يعطي استقرار أمني إلى حد معين سيقوي من مكانة عبدالفتاح السيسي في حالة كان انتعاش معين في الاقتصاد المصري أضف إلى ذلك أنا باعتقادي أن السياحة المصرية التي تكون مصدر رزق لحوالي 15 مليون مصري يمكن في هذه الحالة أن تبدأ بالانتعاش خاصة أن سنرى استثمارات خارجية تأتي إلى مصر وعندما يدخل الأجانب إلى مصر باستثمارات خارجية سنرى أن الأجواء والمناخ في مصر سيتغير إلى الصالح وهذا معناه أن هذه ليس فقط طفرة وإنما هي قفزة نوعية كبيرة جدا لمصر ولأهل مصر نعم ودعنا نقول هذا الاكتشاف لا يقلق فقط إسرائيل أيضا يقلق أطراف إقليمية أخرى كقبرص واليونان والسلطية واليونان ولكن بالنسبة لإسرائيل أيضا المشكلة ليس فقط الاتفاق الغازمة بين مصر وإسرائيل التي كانت تبيعه مصر لإسرائيل أيضا بأرخاص بأسعار رخيصة جدا لكن النقطة الأخرى هي كما ذكر لمن سوف يباع هذا الغاز وإسرائيل حين وجدت الغاز بدأت تفكر لمن سوف تقوم ببيعه في نهاية المطار في الحديث كان عن تركيا ومصر الأردن وقبرص واليونان وحتى عن طريق مصر الدولة أخرى ربما مشكلة لإسرائيل هذه المشكلة لأن هناك منافس آخر في الغاز اسمح لي أن أذهب بعيدا قرأت بالأمس تقرير يعني راق لي من حيث المعلومات ولكن أطلقني كثيرا عندما قرأت أن هناك دول من التي تحارب داعش يقال بأن حتى النظام السوري ابتاع نفط من داعش بشكل غير مباشر لأن هذه المنظمة الإرهابية الإجرامية تبيع النفط بسعر أرخص من شركات أخرى أنا أقول بأن عندما لديك حقل مهول من الغاز عندك كميات كبيرة جدا أنت تدلل هذه البضاعة كما يقال بالعربية العامة لمن يريد أن يشتريه ولمن يدفع الكاش ونعتقد بأنه إذا تم طرح الغاز بأسعار مغرية ستجد الكثير من الناس الذين أو الدول التي تبدي رغبة بشراء الغاز المصري إسرائيل قلقة جدا لأنها بنت حلم معين استنادا إلى واقع وجود حقل من الغاز في أراضيها في شواطئها مياه الإقليمية مياه الإقليمية جاءت اكتشافات الشركة الإيطالية لوجود حقول من الغاز في المياه الإقليمية المصرية لتعيد خلط الأوراق الأوراق الإسرائيلية وتعيد خلط التفكير الإسرائيلي وكما يقال بالعربية العامة تجري رياحه بما لا تشتهي السفن سفن بن يمين نيتنياهو كانت تسير نحو اتجاه معين له مآخذ اقتصادية أمنية وكذلك سياسية نحن ندركه جيدا حتى من تداعيات هذه الاكتشافات بأن رئيس المزراء الإسرائيلي أرجع موضوع طرح اتفاق الغاز على الكنيست الإسرائيلي ربما يريد أن يعيد يراجع حساباته في هذا الملف نعم دكتور المشكلة ربما بالنسبة لإسرائيل هي إرادات الغاز لمن سوف تقوم بتصديره في نهاية المطاف ولها الآن منافس قوي نعم صحيح ولكن إذا عدنا إلى الخلف نرى أن هناك كانت لجنة شيشينسكي التي طرحت حلول معينة ولكن إسرائيل اليوم في نقد شديد جدا على الأوساط السياسية هي أساسا تدخل خلافات من أنواع مختلفة عدم اتخاذ قرار بالشكل الصحيح تعويق في اتخاذ القرار وهذا سيعود بالضرر في نهاية الأمر على الاقتصاد الإسرائيلي يعني هل سيبقى الغاز تحت مياه البحر يعني كيف يمكن أن نستمر في هذه المدولات وهذه الخلافات وهذا النقاش على مدار أشهر طويلة نرى اليوم أن البورصة المصرية ترتفع ثلاثة بالمئة والبورصة في إسرائيل تهبط بشكل حاد هذا معناه أن هناك لا يمكن الفصل تماما بين السياسة والاقتصاد يعني التصرفات والتعامل والسلوك لأرباب السياسة في إسرائيل وخاصة حكومة إسرائيل من رئيس الحكومة للوزراء للمسؤول عن الاحتكار دافيد جيلو وغيرهم يعني وصلوا إسرائيل لوضع لهذا الاكتشاف التاريخي هذا الحلم كما ذكر الأخ خميس سيصبح في نهاية الأمر سيذهب أدراج الرياح وهذا يعني شيء مقلق جدا وكما تعلم الاقتصاد مبني أيضا على التوقعات وعلى التطلعات وعلى الشعور عند المواطن وعند المستثمر وعند الجمهور هل هناك أجواء مشجعة وعندما ترى هذه الأجواء ترى أن البورصة تهبط ليس فقط لأن تم اكتشاف غاز في مصر لأن هناك عدم ثقة بالقيادة الموجودة وبالقرارات غير الصحيحة ألتوا أفقه؟ أفقه تحليل سديد أنا قم قلت أن جميع المعايير مرتبطة واحدة بالأخرى الاقتصاد مرتبط بالأمن والأمن بالسياسة السياسة بالأمن سياسيا برأيك هل سيكون تغيير بالنسبة لمصر بشعبات بعد هذا الاكتشاف؟ نعم هذا سيكون له تداعيات إيجابية لمصر سياسيا داخليا وخارجيا نحن ندرك جيدا بأن حتى في النطاق الإقليم هناك محاولة البسط الهيمنة ونفوذ من قبل دول كانت مصر يعني الحديث كان في سابق الزمان أن تتحدث عن إسرائيل ققوة وندها مصر هي قائدة العالم العربي اليوم الحديث يدور بأن هناك السعودية هيمنت على الطليعة فيما يتعلق في قيادة العالم العربي خاصة إذا نظرنا إلى الملف اليمني نرى بأن السعودية هي التي جرت دول عربية للتآذر معها لتوجيه ضربة للحوثيين في اليمن حتى سمعنا أصوات داخل مصر تقول بأن أين الموقف المصري المستقيل استقلاله وذكروا الرئيس السيسي تورط مصر في حرب اليمن عام 1964 والتي أودت إلى بحياتي أكثر من 50 ألف جند مصري هذا اليوم نرى بأن هناك الكثير من الأوراق سوف يتم إعادة ترتيبها من جديد هذا سيساهم في استقلالية القرار المصري القرار السياسي والقرار الأمني نعم السؤال أخير ذلك من ناحية اقتصادية مثل هذا حق للغاز ونحن نعرف بأن هناك اتفاق غاز بين إسرائيل ومصر بعد هذا الاكتشاف بدنا نقول هذا الاتفاق لم يعد مجدي للأطراق يعني يمكن أن يكون مجدي للمدى القصير يعني يمكن أن تحتاج مصر فترة معينة لكي تهيئ نفسها من ناحية استخراج النفط الغاز واستعماله بشكل عملي استهلاكي ولكن هذا سيكون للمدى القصير إسرائيل بنت على برنامج طويل المدى مع مصر يعني رأت في مصر هي أيضا النافذة والرئة التي تتنفس منها إسرائيل نحو السلطة الفلسطينية والأردن وغيرها وحتى كان في حديث على تعاون تكنولوجي أن مصر تأخذ كميات من الغاز وتحولها إلى سائل وتعمل يعني عمل لذلك أرى أن هذا الموضوع يمكن أنه على المدى القصير يعطي إسرائيل لسنة أو لسنتين نوع من الجدوى الاقتصادية ولكنها ستنتهي قريبا ولن تكون للمدى البعيد هناك كان حديث عن مليارات الدولارات بين إسرائيل ومصر وهذا لن يكون وهذه ضربة قاضية أو قاسية بناشى نقول قاضية للمشروع هذا وأنا أتوقع وأتكهن أنه يمكن أن يساعد ذلك يوفالشتاينيتس وبن يمين نتنياهو على التمرير وعلى المصادقة على مصاري الغازي المردود المردود الإيجابي سوف لا يكون فوريا إنما على الأمد الطويل أنا وافقه بأن الإنعكاسات والتداعيات بحاجة إلى وقت نعم أريد أن أذهب بكم إلى السياق المصري سوف نبقى في السياق المصري حيث انتهت زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى موسكو قبل أيام قليلة لكن تداعياتها لم تنتهي بعد حيث أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن الرئيس المصري توصل لاتفاق سري مع نظيره الروسي تقوم القاهرة بمجبه بتصدير أسلحة وصواريخ للجيش السوري الحلف السوري الروسي المصري في تقرير أمجد أبو عرفي صواريخ النظام السوري مصرية المنشأ روسية التمويل هذا ما أفادت به أنباء سربت عن اتفاق روسي مصري يقضي بتزويد الأخيرة للنظام السوري بصواريخ أرض أرض وغيرها من الأسلحة دعما لحربه ضد فصائل المعارضات المسلحة على أن تمول موسكو المشروع الذي حضر حسب ذات المصادر على أجندة لقاء بوت والسيسي الأسبوع الماضي وكانت ثلاث شحنات على الأقل وصلت إلى ميناء طرطوس السوري قادمة من ميناء بورسعيد المصري على متن سفن أوكرانية خلال الشهر الماضي وهي ليست المرة الأولى بل سبق أن وجدت صواريخ من نوع سقر تعود للصناعات الحربية المصرية في مناطق سورية عدة هذه الصواريخ هذه من أخواتنا المصريين عبدوا فيها بيعوني النظام الله يعطيه الله فيه عبدوا ساعدونا عبدوا بطبعنا هون من النظام عبدوا يعود صوير صار جانا منه بجاء عشرين ثلاثين واحد بس الحمد لله رب العليم مع بفجوه تعاون مصري سوري وطيد طيلة عمر الصلاع السوري رغم أن الرئيس بشار الأسد كان قد أشار في إجابة على سؤال ضمن مقابلته الأخيرة قبل أيام إلى انقطاع العلاقات مع مصر فنحن نحرص على العلاقة مع مصر بكل تأكيد حتى خلال وجود الأخوانجي مرسي كرئيس لمصر وكل إساءاته لسوريا لم نحاول أن نسيء لمصر لا نريد أن نحمل الأخوة في مصر المسؤولية قد تكون ظروف ضاغطة جدا نحن ما نريده بالمحل الأولى أن لا تكون مصر هي منصة انطلاق ضد سوريا أو ضد غيرها من الدول العربية قطيعة هي إذن فيما دون العسكري من العلاقات تثبت هنا أن أنظمة دول العالم عربيه وغربيه في خندق واحد ضد جيوش الثائرين من الشعوب مسلحين كانوا أم عزل وما التعاون المصري العسكري السوري إلا دليل آخر أوضح لمن أراد الرؤية وفي رأي آخرين فهو المسمار الأخير أو يكاد في نعوش تلك الأنظمة الاقتصادية نعم أريد أن أبدأ معك سيد خميس بهذه القضية هل نحن أمام تحالف روسي سوري مصري جديد نعم ونأني غير مفاجأ سمعت ما قاله مراسيركم بأن أعتقد بأن هناك تحالف هناك مرتقل المصالح الروسية المصرية السورية مصر وسوريا لديهم قاسم مشترك أن مصر تواجه إرهاب داخل مصر وكذلك في شبه جزيرة سيناء سوريا تواجه المنظمات الإجرامية أو الدولة الإجرامية تقول بأنها إسلامية روسيا كان لديها مشاكل مع المنظمات خاصة مع تشتشنيا مع الشيشان هذا الملتقى ملتقى يخلق نوع أرضية مريحة للإتلاف نحو هدف واحد أنا أعتقد بأن هذه الأنباء الجديدة الصار تأتي على خلفية وجود خلاف ما بين طهران وموسكو روسيا غير راضية تماما من الموقف الإيراني فيما يتعلق في الطرحات لإجادة مخرج من الأزمة السورية اقترحت الرئيس فلاديمير بوتين الذي اعتبر هو أيضا مؤازرا للرئيس بشار الأسد كان قد اقترح اقتراء مقترحات إيجابية لإجادة مخرج من الأزمة السورية أنا أعرف جدا بأن حكومة طهران كانت قد رفضت هذه المقترحات مما أثار حفيزة الحكومة الروسية لاسيمة الرئيس الروسي بلاديمير بوتين مصر أنا غير مستغرب مصر لديها مشكلة داخلية مع المنظمات قادرة على دعم الجيش السوري مصر هي دولة قوية أنت أسأل أنت أيضا اسأل خبراء العسكرة في إسرائيل قرب أن العالم العربي كله ما احترامي له في خندق واحد ومصر تعتبر دولة قوية عسكريا الجيش المصري هو جيش قوي نعم حتى كان نقول تقرير أو بحث في الأون الأخير الذي أشار بأن الجيش المصري يعتبر جيش الأقوى بين الجيش العربية وبين الجيش في الشرق الأوسط معدى إسرائيل أنا أريد أن يتحدث عن ثلاث نقاط الأولى أنا برأي أن هذا التحالف الثلاثي يلوح شيئا ما لأمريكا لأن أمريكا في بداية المشوار سيطرة على المعارضة السورية من قبل عصابات ومن مجموعات متطرفة جدا وهذا طبعا وصل بالموقف الأمريكي إلى وضع غير واضح يعني من عدم الوضوح محرج حتى وحتى في ذلك يمكن أن نأخذ في السياق نفسه سياسة إسرائيل التي لا تعتبر واضحة بالنسبة للسورية وما يدور هناك فهذا التحالف من مصر وسوريا وروسيا يلوح لأمريكا وحتى لإسرائيل إعادة نظر في هذا الموقع فهذا أولا ثانيا عبد الفتاح السيسي بدأ بتنظيم الأمور الداخلية في مصر لا تنسى أنه عندما دخل كانت هناك مشاكل اقتصادية وأمنية وعدم إمكانية إدارة شؤون البلد واليوم يمكن بعد نوع من الاستقرار يحدث في مصر أن يبدأ بالاهتمام بأمور خارجية بالسياسة الخارجية وهذا هو ما يعمل في هذا المجال وثالثا ونقطة ثالثة نكرا الأخ خميس وهو التقاء المصالح يعني هناك مصلحة مشتركة بين هذه الدول فيما يتعلق بالإرهاب الشرق أوسطي والذي كما نعلم وصل إلى حد منه يكون خطورة على أنظمة الحكم في المنطقة ومع النقد الشديد من الغرب على بشار الأسد أنا باعتقادي اليوم الغرب لا يجد البديل لبشار وهذه الأمور مجتمعة نعم هذه النقطة دعنا نقول حتى هناك كانت مبادرات كثيرة في الأمور الأخيرة منها إيرانية منها روسية واليوم أيضا روسية مصرية مرة أخرى لكن الجميع يتحدث عن بقاء الأسد حتى لو لمرحلة انتقالية في نهاية المطاف تغيير واضح من ناحية المجتمع الدولي أو فقط من ناحية روسيا وأطراف أغرى حتى هناك من يقول بأن واشنطن بدأت تغير سياستها إذا هذا الأمر العقب الوحيد بقاء السعودية أنا قرأت تقرير إخباري باللغة الإنجليزية للرجل الثاني في وكالة الاستخبارات الأمريكية السعي الذي قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعي بأن البديل لبشار الأسد سيكون أكبر خطر لمصالحها اليوم هي في خندق واحد وكأنها تخدم المصالح الأمريكية بإنهاك قدرات الجيش السوري وإنهاك الدولة السورية ولكن سوف يتحول السحر على السحر وسوف يكلفنا الكثير أنا أعتقد بأن اليوم هناك شبه إجماع غربي وعربي لمؤازرة الرئيس بشار الأسد باستثناء السعودية لديها اعتبارات معروف موقفها ولكن أنا أقول بأن حان الوقت لإيجاد مخرج من الأزمة السورية لأن هذه الأزمة ولدت مأساة الملايين من الملايين أبناء الشعب السوري الذين كانوا في يوم من الأيام أحرار في بلادهم باتوا يرتحفون السماء ويفترشون الأرض في دول أوروبا إلى أن حتى التعامل الأوروبي بات مع قضية اللاجئين على أنه أكبر خطر يواجه أوروبا برمتها أنا أعتقد بأن حان الوقت المعارض عليها أن يقبل البديل لبشار الأسد هو بديل خطير خطير جدا هذه المجموعات الإرهابية هذه المجموعات الإرهابية لديها مصلحة واحدة أن تعيث فسادا في كل موقع وفي كل مكان في جميع أنحاء المعمورة لذلك أنا أقول البشار الأسد ليس المثل الأعلى والنمزج الأفضل بالنسبة لي ولكن هو أقل ضررا من هذه المجموعات الإرهابية الإجرامية التي تستعمل وتستغل الدين والأبرياء بغية تحقيق أهدافها الشيطانية وهي أهدافها الشيطانية كل من يتافع أخبار ما يعرف باسم الدولة الإجرامية داعش يدرك جيدا هذه دولة تخدم أجندات خارجية شيطانية تركض وتهرول وراء المال نعم أريد أن أذهبك إلى ذات النقطة ذكرت عن الإدارة الأمريكية وسياسة الإدارة الأمريكية وهناك من يقول أن دخول روسيا بهذا القوة على هذا الخط بإشارة إلى فشل السياسة الخارجية الأمريكية بكل ما يتعلق في الأزمة السورية نعم يعني أنا برأيي توجه الرئيس المصري لروسيا هو أيضا يلوح لأمريكا ويقول هناك بديل هذا أولا وثانيا لا يمكن لأمريكا التي على أقل من ناحية تصريحات واهتمام على مستوى العالمي في كرامة الإنسان وفي الأمور الإنسانية نحن نرى ماذا يحدث للمواطن السوري وماذا يحدث للمواطن العراقي وماذا يحدث في اليمن يعني لا يمكن أن تستمر في هذه السياسة التي لم تأتي إلى حلول ونحن نرى مئات وآلاف المواطنين العرب من عدة دول تغرق في البحر المتوسط وتعيش حياة لا يمكن أن نسميها حياة بشر فلا يمكن لأمريكا أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الواقع لذلك برأي هناك إعادة نظر في السياسة الأمريكية ويمكن أن نرى تحول معين في هذه السياسة أصلا توجه الرئيس أصلا توجه الرئيس السيسي لروسيا جاء على خلفية خيبة أمله من الموقف الأمريكي فيما يتعلق في الأحداث في داخل مصر نعم السيد الخميسة لك أعزم الشيناتي لنهاية هذه المرحلة نحن مستمرون بتغطية الأخبار الإقليمية والدولية سوف نخرج إلى فاصل التصير ونعود من بعده ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر